يا حيالله يا حيالله دكتور صلى الله عليه وسلم يا حيالله يا حيالله يا حيالله يا حيالله يا حبيب الله إنك كرمت يحفظ قبل أي شيء إنك كرمت بعد ذلك عود الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المستدر يقول الله عز وجل وإن قائفتان من المهين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداه مع الأخرى فخاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى عمر الله فإن فاخ فأصلحوا بينهما بالعدل وأخطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخواتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ويقول الله عز وجل واصلحوا خير الحضور للأفاضل جميعا الجاه المحترمة الجاه المحترمة لجة الإصلاح التي تعاولت على هذا الفضل العظيم في المنطقة وفي منطقة أخرى إن هذا يشرف هذا الشعب أن يكون في هذا الشعب من يقوم على هذا الأمر فبارك الله بكم جميعا والآن أنا ابن أختي الدكتور إهاد نحن مبدئيا حقوقنا طب روحك يا حي ضحينا فيها جميعا اسمح للولد يجيب بعد أن يتكلم فيه في تقوص نقول لكم فليتفضل طيب وهير وحيد من كون شباب جميعا طيب طيب يا أخوان طيب يا أخوان طيب يا أخوان طيب أخوان طيب طيب صحيح طيب أخوان طيب صحيح جدا طيب فيه كلاب من بصدق الله المستقبلين وأنا أتوجه إلى الأخ حمداني سعفان أمين سير تنظيم فتح في المنطقة إلا أنه لا معصوب عن نزلة ولا معصوب عن الجميع فأحنا نرحب بحمدان إذا بكون معنا ونرحب به إذا أنه هو مستقبل إن جاز ليه الكلام كوجوه خير ولجان إصلاح وهذه الوجوه الطيبة باسم حركة تحليل وطني الفلسطيني فتح فصائل العمل الوطني نحن حقيقة نسجب وندين ونستنكر أي اعتداء على أي مؤسس لنا على أي موظف خاصة الدكتور خاصة الذي يعمل لمصلحة الناس كلها فعلا يعني عمل يندله الجميع ولكن نأخذ بعين اعتبار أنه هذا الشاب أولا يعني فقد والده رحمة الله عليه وهذا غير مبرر أنه يعتدي على هذه المؤسسة الاعتداء على المؤسسات يا أخوان نحن نسيناها زمان اليوم في عنا سلطة في عنا أجهزة أمنية ممنوع منعا باتا تحت أي طائل نهاي نهاي وانا بشد على أيد كل رجل وكل شاب وكل مناضل لنفعلا نوقف موقف رسمي ونكون ضد الاعتداء على مؤسساتنا لا ننتظر الشرطة ولا ننتظر أجهزة أمنية ولا غيره احنا في بعضنا كافلين نمنع بعضنا عن الخطأ بأخلاقنا ومقيامنا ولكن كل شيء بسير في الدنيا وهذه بلاد فلسطين فيها عادات وعرف وتقاليد إن شاء الله ينعمل فيها الصور مبنية نبنيها وضروب ما مشيين نمشيها أخوة الأعزاء أخوة الأفاضل أولا الحمد لله على سلامك الحبيب البطل الدكتور عن الحدث اللي حصل وأتيين هنا باسم الله وباسم هذه الجاهة الكريمة نتوجه الشرفاء للشرفاء والرجال للرجال في هذه اللحظة نطلب منكم العفو عن هذا الشاب الذي أخطأ بحق المؤسسة وبحق ابنكم مع استعداد الجاهة حقيقة ولا نخجل أي شروع رجل طيب وفاضل وهذه السمعة جيدة نصر الله أن يكون جوابكم عندنا إيجابي والعفو عن هذا الإنسان والشروط اللي بتكون إياها مادية أو معنوية أو عشارية نحن إن شاء الله نحن جاهزين إلى والشكر كل هذه اللحظة عظم الله أجرك أجرك عند الله عظيم وكل من يلوذبك وأيضا نعذي أنفسنا البفاتح يلا حي فكما قال الأخ مبرك الله فيه كنت أن يود أن يسمعني أكثر لأنني كنت أقول فليتفضل لأنني أحب أن أرحب بكم كل شيء هذا ما كنت أريده فنحن عفونا عن هذا الشاب عاذرين إياه مع الأخذ بعين لاعتبار بعض الأمور ستسمعونها إن شاء الله وكل شيء إن شاء الله يعتبر في حكم انتهي وبارك الله في الجميع إن شاء الله أهلا وسهلا بالجميع معظم الله أجرككم قوي وسعيد هنا حمدان هنا أبو العبد بحضور الجميع أبو الرائد الشافي هنا أبو مهند حياكم الله أهلا وسهلا فيكم جميعا أبو فادي أنا عفوت عن هذا الشاب لوجه الله تعالى ولا أريد ولا أريد منه شيئا لكن هناك اعتذار سيقدم في مستشفى إن شاء الله يعني باسمه وباسم الموجودين وهذا كل ما أطلبه ولا أريد شيء آخر وشكرا لكم أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله محمد كتاني مدير التمريض رح يحكي كلمة باسم المستشفى وخليه تفضل يحكي أهلا وسهلا جميع أهلا وسهلا بكم جميعا الجهة الكريمة إخواننا أحباءنا أهلا الكرام أهل كتاني أهل كتاني أهل كتاني أهل كتاني أحبكم الله أهل أحبتي أهل كتاني الكرام لقد تشرفنا بهذا الكريم معكم لنؤكد ونجدد العهد على أننا أهلا وأبناء شعبا وأبناء محافظة واحدة تربطنا المحبة والإحترام والانتماء الوطن والدم والقضية إنني أتكلم باسمي وباسم مؤسستي وباسمي كمدير للهيئة التمريضية في مستشفى الدكتور ثابت ثابت إن هذه المؤسسة قد خدمت الجميع في الليل وفي النهار وفي الصيف وفي الحر وفي البرد وفي كل الظروف وبكوادرها الكبيرة من الهيئة التمريضية والطبية إنكم تعرفون كما قال المرحوم الشاعر طوقان إنهم ملائكة الرحمة وسماهم ملائكة الرحمة لما لهم من عمل وإنجاز في أعطائهم إنهم يسهرون في الليل والنهار يتركون أولادهم يتركون بيوتهم ليسهروا مع أولادنا مع فردات أكبادنا مع جميع أهلنا ونحن نائمنا في البيوت نحن نذهب في الأعياد وفي المناسبات وفي الجمع وفي كل ظروف إلى أعيادنا ومناسبتنا وهم في عملهم ليلة ونهار فلهم كل التقدير والاحترام والمحبة والإنحناء لهذه الكوادر وكل كوادرها الطبية والتمريضية وكل الفئات ولهذا الاحترام والتقدير نخص بالذكر أخينا وزميلنا إيهاب كتاني هذا الممرض بالمناسبة أحب أن أحكي لكم شيئا عنه هو كان قبل الاعتداء عليه في وظيفة مسؤول في المستشفى إداري مسؤول إداري للمستشفى الفترة المسائية ولكنه ضحى ويضحي وسيضحي ضحى في هذا المكان الذي كان فيه ليكون وليعمل في قسم العنائة المركزة لأنه حاصل على ماجستير في العنائة المركزة ليعمل مع مرضاه ويعطوهم أكثر في مجاله وسبحان الله بعد هذا المكان تم الاعتداء عليه فهو ضحى في وقته وفي جهده وفي أيامه كثيرة لأن يعمل من أجل مرضاه ومن أجل شعبنا ووطننا وبهذه المناسبة نقول لكم أهلا وسهلا بكم إن باسم المؤسسة وباسم الهيئة التمريضية وبصفتي مدير للهيئة التمريضية أقول لكم أهلا وسهلا بكم ونحن شاكرين لكم هذا الكدوم إلى هنا ونقول لكم شكرا لكم ونبقى أهلا ودمتم جميعا لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا نحن نقول أنه الأمور العائلية والشخصية للأخ إهابك التاني فهي مع العائلة والأمور الرسمية التي سنتهي مع المؤسسة في مستشفى دكتور ثابت عند مدير المستشفى دكتور ربيع النور أهلا وسهلا فيكم في تخليص هذه الأمور الأخرى مع المستشفى نشكر برضو عن الأخ إهاب على هذا التسامح العربي الأطير اللي بيعكس الروح الوطنية الحكاكية عند أبلاج عامة وعند هذا البلد الطيب ونشكر برضو جهود إخواننا الأخ جماعي لاسا الأخ طبرائد الإخوان في الإصلاح لكلهم أمين ورغبو نحن جعينا من الطرفين طرف واحد نشكرنا نجمع الإخوان كله واحد نشكر جميع الجهود هذه الجهود الوطنية مباركة وستطيع أن أي قضية بهمتها إذا لم تتابع بصير مشاكل بصير تتطورات عنها لأننا سيجب بغناءها فالأمور دهت عند هذا الحج وشكنا للجميع بنيهم نتواصل مع رئيس المستشفى الدكتور ربيع نور وبرضو بخدمة المؤسسة تحت أمر المؤسسة وهذه المؤسساتنا قبل ما تقول المؤسسة الأيين سال ثاني نحن نحترم هذه المؤسسة وفعلا نجلها ولا ننسى أنها باسم رجل العزيز علينا رحمة الله عليها الدكتور ثابت ثابت فابش روح ياك الله ويخلف عليكم كثر خير الأماني أنه أحنا يعني عيب اللي صار ولكن بصير 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 شايف العيب هو مش الشر تكرار الشر أما نرجو أنه لن يتكرر والرجل يعني رحمة الله على والده وهو مصاب ومنحقنا أنه برضو يعني نلتمس لعضب ولا تنسى أنه هو طالع بكفالي يعني نعم فقط للثلاث أيام اللي هن بيت الأجر لو والده رحمة الله عليه وسيعود للقضاء القضاء بأنه منكو وصياط حق شخصي ولكن ما هو يحكم عليه هذا وضع فأني مش باليان بسم الله الرحمن الرحيم سق صلوح 12 عشرة 2018 النزل الشركي النزلات طول كرم تحت رعاية عطوفة محافظة طول كرم السيد عصام أبو بكر توجهت لجنة الإصلاح المركزية ودائرة السلم الأهلي بالمحافظة جاها من المحافظة عامة ومن عتيل ودير لخصون خاصة والمنطقة ووجوه آل سبيدي وذلك إلى النزل الشركي على أثر الاعتداء الذي تعرض له الممرض هاب زهدي كالتاني الممرض في مستشفى الشهيد دكتور ثابت ثابت على يد أسيد إبراهيم زبيدي وقد كان باستكبال الجاهة في النزل الشركي دكتور رشاد كتاني رئيس مجلس النزل الشركي المحلي وحمداني صعفان أمين سر حركة فتح كليم طول كرم ووجوه آل كتاني وتنظيم فتح في النزلات والشعروية وقد طلب أبرائد الشافعي الإذن من آل كتاني بأن يحضر أسيد زبيدي مراسم الصلع ورحب آل كتاني بذلك وسمحوا له على لسان الشيخ جمال كتاني ثم وجه علي الشافعي أبو رائد رئيس لجنة الإصلاح المركزية بالمحافظة وحي الحضور عامة والأخ حمداني صعفان أمين سر الإكليم وشجب واستنكر الاعتداء المؤسف على مؤسسة طبية عامة وعلى إهاب كتاني خاصة ورفض كافة الاعتداءات على أي مؤسسة في الوطن مهنئا بسلامة إهاب زهد كتاني وأنه بسم الله وبسم الجاهة طلب من آل كتاني العفو والتسامح عن أسيد إبراهيم زبيدي مع استعداد الجاهة لتنفيذ كافة شروط آل كتاني لإتمام الصلح المعنوية والمادية والعشائرية وقد أجاب الشيخ جمال كتاني معزيا بداية بوفاة المرحوم إبراهيم زبيدي معلنا العفو عن أسيد زبيدي وقد أكد إهاب زهد كتاني شخصيا الصلح والعفو وأن يكون اعتذار للمستشفى وقد كرر وأكد محمد كتاني على الترهيب والمحبة والمودة وأنه باسمه كمدير إداري للهيئة التمرضية في المستشفى وباسم المستشفى واستعرض تضحيات وتفاني إهاب زهدي في خدمة المرضى وشعبنا الفلسطيني وما عمله إهاب من أجل ذلك وأنه أي محمد كتاني أيضا رحب بالجميع مكررا أنه يتوجب إتمام الصلح لدى مدير المستشفى وعليه فقد تم الصلح التام وعليه تسقط كافة القضايا المرفوعة من إهاب زهدي كتاني ضد أسيد إبراهيم الزبيدي أمام كافة الجهات القضائية أو لدى النيابة أو لدى الشرطة أو لدى مستشفى الشهيد ثابت ثابت وقد شكر حمدان سعيفان إهاب زهدي كتاني خاصة وأهالي النزل الشركي والضيوف عامة وعليه تلي سق الصلح وعليه تتم التواكيع والسلام عليكم الفاتحة يا أخوة نوارا نوارا اشتركوا في القناة